وهو موضوع متعلق به القيمة الدولية للحكام الحمد لله يمكن هنا تكلينا السبق اللي احنا نفتح هذا الملف واتكلمنا فيه الاسبوع قبل الماضي وشرحنا تفاصيل مهمة جدا في موضوع القيمة الدولية للحكام وإحنا مش هنسمح ان اخطاء الفترة السابقة تتقرر تاني وقلت قبل كده عمرنا مع انحاسب حكم او مسؤول على تسلل او ضرب الجزاء تحسبت او متحسبتش احنا المسألة بالنسبانا اعمق من كده احنا الموضوع بالنسبانا ان التحكيم المصري ده لازم يكون محدود في حتة كده متقلش عن رقم واحد او المركز الاول لان الحكم المصري ده وجهة للرياضة المصرية وللقرى المصرية واحنا بنتكلم لصالح مصر في المقام الاول هي في النهاية التحكيم جزء من المنظومة ولكن جزء مهم جدا اللي بيحصل في ملف التحكيم في الدوري او في الاتحاد المصري خلال الفترة الاخيرة ما يدكش كده انعكاس او ما يدكش صورة ان الفترة اللي جاية هيكون فيه تطوير تم تعيين ماركت لاتنبرج وده خطوة كلنا كنا بنشتغل عليها عشان تحصل والحمد لله تمت ولكن في بعض الاطراف كده اللي لسه موجودة داخل لجنة الحكام يبدو كده ان هي مصرة على ان الفترة اللي جاية الناس ما تشوفش خير الناس ما تشوفش تطوير في منظومة التحكيم ليه بقولي الكلام ده فاكرين لما طلعنا اتكلمنا على موضوع تقرار الحكام في المباريات وقلنا ان في حكام بتتقرر لفرقة والفرقتين بالعشرة اتنشر مباراة في بعض الحكام زالوا مننا واحنا والله العظيمة ناصدهم بشكل شخصي احنا لما تكلمنا كنا بنتكلم على المعايير بنتكلم على سكرتير اللجنة ورئيس اللجنة اللي بيختار الحكام احنا ما عندناش شك في نازاهة اي حكام مصري الحكام المصريين من افضل واشرف الحكام اللي موجودين على مستوى العالم مش بتكلم في افريقيا بس على مستوى العالم ولكن الناس القائمة على ادارة هذا الملف بتعمل كوارث وانا الكلام اللي هقوله ده مش هوجهه الا لرئيس الاتحاد الاستاذ جمال علام لان ما ينفعش وانا بتكلم في ملف متعلق بالاتحاد الكورة اوجه نداء لوزير الرياضة اللي اتدخل وحل موضوع الكشف الطبي وده يندل على شيء يدل ان الناس اللي قاعدة في اتحاد الكورة مش شايفة شغلها لمجلس ادارة ولا لجنة حكام ان وزير الشباب ورياضة دكتور اشرف صبح يهتم بملف التحكيم ويدخل في موضوع الكشف الطبي ده معنى ان الناس اللي قاعدة على الكراسي ما تشتغلش لكن انا في الكلام اللي جاي ده كلام فني لعلاقة بالاتحاد لعلاقة بلجنة الحكام بس انا هوجه كلامي للأستاذ جمال علام وانا عندي ثقة ان الكلام ده لما يوصل له هياخد باله من التفاصيل دي عشان ما تتكررش نفس الاخطاء اللي ممكن تضر الاتحاد في الفترة اللي جاية قبل ما تضر اللجنة لان الناس اللي في اللجنة ممكن يعودوا ويمشوا في اي لحظة لكن الاتحاد هو المسؤول ومكمل معنا لغاية السنتين اللي جايين لما اتكلمت عن الحكام اللي موجودين في تقنية الفيديو وقلت في حكام بتتقرر ومعنى الحكام دي بتتقرر يعني اللجنة شايفة ان الحكام دول مميزين طيب لما تيجي تعمل قائمة دولية وانت عندك ليحة ترشحات في مسألة الاختيار للقائمة الدولية الف بيه الاختيار الفني يعني ايه انت ديت محمود سوقي 22 مباراة في تقنية الفيديو في الدوري وديت لواء الفرحان 18 مباراة وديت لسيد شعبان 18 مباراة والكذا 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 جيت عند طارق مجدي عدد أقل من كل دول جيت عند محمود عشور 6-7 مطشاط لا لحظة بقى منين بتستدعي محمود عشور للكشف الطبي للقائمة الدولية والمرشحين للقائمة الدولية وهو عنده 47 سنة وكمان في عدد المباراة اللي كان موجود فيها في تقنية الفيديو أقل من اللي موجود في المركز الأول والتاني 3 مرات يعني ما لقى وقى الفرحان تا منتشر مطش في الفار في تقنية الفيديو ولاقى محمود عشور 6 مباراة يعني وقى الفرحان خد 3 أضعاف مباراة من محمود عشور ده معناه ايه ان اللجنة اللي كانت موجودة او خلاص سيبكم من عصام عبد الفتاح والسيد مراد الاستاذ احمد ابو العلا او الكابتن احمد ابو العلا مزير اللجنة اللي كان بيختار الحكام انت اديت لوقيا الفرحان 18 مطش والديت لمحمود دسوق 22 مطش محمود عشور خد 6-7 مطشات يبقى بيتلع المستوى الفني مين اللي افضل تبقى للاحية الترشحات للقائمة الدولية دسوق وفرحان وسيد شعبان وكل الاسامي اللي اكتر من محمود عشور ده كده المستوى الفني طيب العمر او السن الناس دي بتتكلم 38-37-39 سنة محمود عشور 47 سنة بتجدد لمحمود عشور بناء على ايه ايه اللي حصل من محمود عشور مميز اوي عشان تجددله رايح كسعالم لا كان موجود في معسقر المحليين عشان كسقهم من الافريقية في الجزائر في يناير اللي جاي لا فيه استحقاقات دولية جاية لا طيب بتجددله ليه ايه المعيار بتاعك عشان تجددله اولا سنه انت بتجددله كده للسنة التانية على التوالي وبالتالي لما يوصل لقائمة الدولية بعنده 47 سنة وبالتالي انت بتاخد من الحكام اللي صعدين اللي هم عندهم 38-37 سنة انا مش بقول عندهم 24 سنة والله ده 37 سنة اللي احنا بنعتبره شباب يعني شوفوا الحكم القطر اللي كان بيحكم مباراة الزمالك والهلال السعودي كان عنده كم سنة 34 سنة وقائمة دولية بقاله سنين واحنا بنجدد وبنحط حكام صغيرين عشان يبقى عندهم فرصة في المحافل الدولية ولا بنعمل ايه يعني عدد المباراة انا اتكلمت في مرة هنا على وقال فرحان قلت واخد 10-11 مطشورة بعض وده معناه انسقة منك يا كابتن احمد ابو العيلة لما تحط في المطشط دي يبقى الراجل ده كف طف لما تحط ترشحات القائمة الدولية وتحط محمود عشور وتيجي تليفونات وضغط اطلاقة دي جزئية الجزئية التانية موضوع الكشف الطبي مدير اللجنة لما يبقى قاعد على كرسي ومسؤولية مدير لجنة حكام ومش عارف ياخد موافقة على مكان عشان يعمل فيه الكشف الطبي بشكل آدمي لحكام الدوليين ما يعودش على كرسي ما يعودش على كرسي ما ينفعش مدير اللجنة يروح يستعين بمحمود ابو الرجال حكم عنده ما ينفعش يستعين بابرهيم نور الدين يسأله أعمل الاختبار فين أو الكشف الطبي فين ويوم ما تعمل الكشف الطبي عملته في مكان ما تعملش فيه خلال السنوات السابقة ولما جت الرسالة من وزير الشعب الرياضي دكتور أشتر صبحي عملته في المكال وكنت بتعمله فيه السنين اللي فاتت طب أنا عايز أفهم هو الكابتين أحمد أبو العيلة راح مباشرة اللي المكالي كان بتعمل فيه كل سنة مركز الطب الرياضي لفصاد القاهرة ولا هو تطوع وقال لك أروح نقابة المهنة الرياضية في المحافظات ده برضو سؤال لازم الأستاذ جمال علامة يسأله له ما أنت لما تاخد قرارية الأستاذ جمال بإيقاف المهزلة اللي ليه علاقة بالكشف الطبي لازم تعرف الكشف الطبي ليه تعمل في النقابات المهنة الرياضية وليه ما رحوش من المركز الطب الرياضي وليه الحكام الدوليين مش كلهم راحوا مستشفى السكة الحديد وفيه ناس تانية راحت محافظات يعني لما بص على صورة الحكام الدوليين اللي نزلت على صفحة اتحاد الكورة ولاقي تلت حكام حكم وحكمتين موجودين في الصورة دول من اسكندرية منهم مثلا الكابتن محمود باسيوني الراجل من اسكندرية جيل قاهرة رأى عمل كشف طبي في مستشفى السكة الحديد ده شيء كويس جدا بس انت جايبوا منين من اسكندرية طب اللي في اسماعالية اللي مرشح للقايمة الدولية الطبيعة ييجي فين ييجي القاهرة مع الناس مع مرشح قايمة دولية زيهم قدامكم الصورة هي على الشاشة فيه الحكم الكابتن محمود باسيوني من اسكندرية الكابتن شاهندة المغربي من اسكندرية كابتن جمالات من اسكندرية دول جون كشفوا في القاهرة في مستشفى السكة الحديد طب خذوا المفاجأة بقى دول مرشحين قايمة دولية جون القاهرة فيه زيهم مرشحين مجوش القاهرة يعني راحوا اسكندرية طب طالما جابت محمود باسيوني من اسكندرية للقاهرة طب قلت تخليه في اسكندرية ليه جبته القاهرة طب اللي كان في اسماعيلية اللي هو ديته اسكندرية يعني لما لقي وليد عبد الرازي اسماعيلية راح اسكندرية لما لقي الطريق سامي ومحمد حسن حكام كرة الصلاة محمد حسن ده جماعة من أفضل الحكام اللي موجودين في كرة الصلاة وحكم اتنين نهاية كاسعالم آخرت الدنيا دي كلها بعد التاريخ الجبير ده يروح يعمل كشف طبي في اسكندرية وهو من اسماعيلية ويعمل فين؟ مش في مستشفى في نقابة المهن الرياضية على الكنبة على الكنبة الصورة اللي انتو شفتوها واللي عملت قلق للاتحاد الكرة عشان اتحاد الكرة مش واخد بالهم اللي بيحصل في لجنة الحكام من الكابتين احمد ابو العيلة محمد حسن راجل حكم اتنين نهاية كاسعالم صلاة عايزين تطلعون من القايمة الدولية ولسه أصلا ما تخطاش السن القانونية ويوم ما يعمل كشف طبي بدل ما يجي بالقاهرة زي زميل واللجوم تودي اسكندرية طيب انت محمود باسيوني جاي من اسكندرية للقاهرة يا كابتين احمد يا ابو العيلة انا عايز افهم انت بتدين ملف التحكيم ازاي يعني في الاختيارات الفنية اديت حكم مطشط كتير وبتستبعدهم من قايمة الدولية ومش عايز تدخلهم وبتجيب محمود عشور 47 سنة عايز تدخلهم في الكشف الطبي جايب ناس من اسكندرية للقاهرة ومودي ناس من اسماعيلية لسكندرية ايه دا؟ ملف التحكيم يا استاذ جمال يا مجلس دارة اتحاد الكورة لو المشاكل دي ما تحلتش وبكرة فيه اختبار لياقة بدنية اكتر من 40-50 حكم فيه ترشحات القايمة الدولية الموضوع فتح البحري على فكرة بعد ما كان محدد بناء على لوائح بقيت مفتوحة بكرة اتلاقي 40-50 حكم بيجروا مين هيخش؟ هتشوفوا كوارث ومفاجآت خلال الفترة اللي جاية لكن صاحب جمال علام في رسالتي الاخيرة شوف الموضوع دا وحله في حكام تظلمه في حكام دخله بعد ضغط كبير جدا كابتن احمد ابو العيلة ما ينفعش يستمر بعد استقالة ورحيل اللجنة السابقة او إقالة اللجنة السابقة بالاضافة لده كمان كابتن محمود عشور اعتقد بعد الارقام اللي قلتها ما ينفعش يكون موجود في القايمة الدولية السنة الجاية ولا حتى القايمة المحلية عشان تد فرصة للوجوه الجديدة في الفترة اللي جاية اللهم بلغت اللهم فاشهد فاشهد